الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائنا الطلاب وفي درس من دروس التربية الإسلامية للصف الحادي عشر فقد وصلنا إلى الوحدة الرابعة إلى الدرس الأول سورة القصص سورة القصص مقر عليكم آيات الحفظ من الآية الأولى إلى الآية السادسة وسنتلو عليكم آية الحفظ الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون من بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم إلى هنا آيات الحفظ الآيات البقية سنقرأها إن شاء الله في درس شرح هذه السورة الآن ننتقل إلى معاني الكلمات شيعا أي فرقا وأصنافا يستحيي نساءهم أي يبقيهن أحياء الخدمة نمون نتفضل وننعم نمكن لهم في الأرض أي نجعل لهم فيها سلطة هامان هو وزير فرعون ومستشاره اليم البحر الماء الكثير نار النيل فارغا خاليا من كل شيء سوى موسى ربطنا على قلبها قويناها بالصبر والتثبيت قصيه تتبع أثره وتعرى في خبره وكزه ضربه بجمع كفه على الصدر لغويل شديد الضلال تلقاء مدين جهة قرية مدين وهي قرية نبي الله شعيب عليه السلام إلى هنا الحفظ وكذلك معاني الكلمات الآن نقرأ فقط الآيات التي تلونها وهي مقرر الحفظ سنقرأ تفسير هذه الآيات طاسم ميم هذه الآيات أو هذه الأحرف المقطعة ألف لا ميم كافها يا عينصاد هذه أحرف المقطعة المفسرون قالوا فيها أقوال كثيرة من هذه الأقوال أن هذه الأحرف تحدى الله تعالى أن القرآن تحدى الله تعالى به القرآن تحدى به العرب فذكر أحرف التي كأنما يقول لهم أن هذه الأحرف هي من لغتكم التي برأتم فيها بلاغة وكل شيء برأتم في اللغة فتحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن سورة أو عشر سور تحداهم من القرآن الكريم فكانت هذه الأحرف المقطعة هي إعجاز للعرب في أن يأتوا بمثل ما أتى به القرآن الكريم هذا بالنسبة للأحرف المقطعة تلك آيات الكتاب المبين أي آيات الكتاب المبين أي القرآن الكريم الذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لكل شيء إليه العباد في دنيا ما يحتاجون إليه العباد في دنياهم وفي أخرهم نتل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الآن الله تعالى سيتلو على مسامعنا قصة هي أكثر قصص القرآن ذكرت في آياته في سوره قصة سيدنا موسى وماذا فعل معبن إسرائيل والمعجزات التي ظهرت على يد سيدنا موسى وكل ذلك وبني إسرائيل هل أطاعوا قل منهم آمن بسيدنا موسى الإيمان الصادق اليقين بالله عز وجل فرعون الطاغي الظالم الذي كان يحكم مصر على في الأرض كما ذكر الله تعالى جعل أهل شيعا أي متفرقين فرقهم كما يفعل أي عدو أراء يريد أن يفسد أو يحكم بلد بالظلم أن يفرق الناس ويجعلهم شيعا متفرقين ماذا كان يفعل فرعون عندما طرق على ما سامعه برؤية أو حلم بأنه سيكون موته على يد ابن ولد من بني إسرائيل فأخذ ماذا يفعل كل ولد في تلك السنة يقتله فماذا فعل يذبح أبناءهم وإن كانت بنت يستحي نساءهم يأخذ البنات يخدمنا في قصره هكذا كان يفعل فرعون إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا في الأرض أي بني إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يريدون الأرض في أن يعمروها بالحق بالعدل ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان هامان هو وزير مستشار فرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أي أن الله تعالى سيري كيف سيمكن الله تعالى لبني إسرائيل وماذا سيفعل بفرعون وهامان والجنود الذين اتبعوا فرعون وظلمه ما كانوا يخافون منه بأنه سيولد هذا الغلام سيدنا موسى في بني إسرائيل وسيكون هلاك فرعون وملكه على يد نبي الله سيدنا موسى عليه السلام الآن حبتي في الله تعالى طلاب العزاء ما هو المطلوب منكم؟ الآيات الستة الحفظ ترسل مقطع صوت إلى المجموعة حفظاً وتكتب مرة واحدة ويرسل كذاك للمجموعة ومعاني الكلمات وإن شاء الله نكمل تفسير آيات البقية في الدرس القادم نسأل الله عز وجل أن تكونوا بأمن وأمان وصحة وعافية وهو أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته